تحية طيبة لكم مستمعين وتحية لكل من انضم لنا في هذه الاثنان متابعين معكم مشوارنا في برنامج مع الشبيبة والمحطة الثانية راح تكون حول تويتر وفرض قيود جديدة على قراءة التغريدات يعني من مسك ايلون ماسك واشترى هذه الشركة ونحن ما عند تشغل غير التابع التغيرات المتسارعة اللي صارت في سياسات الشركة حيث قال ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لتويتر في تغريده ان المنصة ستضع قيودا على عدد التغريدات اللي يمكن للحسابات المختلفة قراءتها يوميا وذلك للحد من المستويات البالغة من استخلاص البيانات والتلاعب بالنظام رح اتكلم اكثر عن هذا الموضوع من خلال ضيفنا الاخ محمد بن خميس العيمي متخصص في مكافحة الجرام الالكترونية اهلا وسهلا بك الاستاذ محمد اهلا وسهلا فيك اخنا العزيز عبدالله المشعر عليك وعلى المستمعين الكرام يا مرحبا وسهلا فيك ويبدو ان العملية مستمرة من قبل ادارة تويتر في وجود كثير من المستجدات على هذا التطبيق واخرها كانت تفاصيل اللي ذكرت في وجود عداد معينة من التغريدات التي يمكن يعني مشاهدتها وقراءتها بحسب يعني بعض التفاصيل لكل حساب فنطلع المستمع والمتابع على هذه المستجدات التي حدثت في سياسات تويتر ما قلنا العزيز عبدالله هو مالك تويتر او الرئيس الشريك ايلو ماسك امس اعلن انه يتقليص في عدد المشاهدات انا فيني ضحكة طبعا على القرارات الجديدة والسياسات الجديدة ممكن لعله يتعلل بشيء معين راح نكتل له بعدين نعم لامس تكهروا او كثير من الناس ايضا اللي عندهم حسابات في تويتر صادفوا انهم وصلوا الى الحد المسموح لمشاهدات التغريدات والبعض ضرر انه في مشكلة في حسابها والبعض كان يقول انه في مشكلة عامة اصلوا في تويتر نعم ممكن لعله في مشكلة دائما تظهر في تويتر لكن هذا المشكلة بالتحديد غير اصول الى الحد من مشاهدات الجديدة اللي وضعتها تويتر او وضعتها تويتر وعلم عنها ايلون ماسك في حسابه ذكر وكان بالامس انه الحسابات تصبح عندها محدودية في مشاهدة ستة الار تغريدية في اليوم للحسابات الموثقة والحسابات الغير موثقة تكون ستة مية في اليوم والحسابات الجديدة الطازجة بعضها اللي توهج جديدة رح تشاهد ثلاثمائة بعد ذلك وعدل الموضوع وقال الان زاد في العدد اصبح ثمانت الاف للحسابات الموثقة وثمان مية للحسابات الغير موثقة واربع مية للحسابات الجديدة نعم وايضا بعد ذلك اعمل تغريدة اخرى او ردت للتغريدة قال وصل الحسابات الموثقة الى عشرة الاف تغريدة في اليوم يشوف الحسابات الغير موثقة الى الف والحسابات الجديدة الى خمسة اعم طبعا هو ذكر انه من باب الفكاهة حقيقة ما ادري حقيقة المغزى من هذا الان لكن من باب الفكاهة ذكر انه تستخدم تويتر بشكل كبير وعشف ترجمة التغريدة اللي هو ذكرها انه حان الوقت انك تجلس او تطلع خارج المنطق لكن هو ذكر في واحدة من هذه التغريدات شركات الذكاء الاصطناعي ايش مشكلة ايلون ماسك مع شركات الذكاء الاصطناعي مشكلة ايلون ماسك مع الذكاء الاصطناعي هو طبعا عنده هاجس دائما يتخوف من مثلة الذكاء الاصطناعي وأن الذكاء للصناعي راح يعمل تغيير سلبي في حياة الناس لكن هو يقصد هنا بالنسبة للربوتات أو البوتس اللي تعمل تغييرات وتزيد عدد المشاهدات وتعمل لك لايكات وهمية هو دائما عنده هاجف في هذا النقطة وهذا أمر نقطة مهمة جدا أيضا وجدا مهمة التركيز عليها وإلون ماسكي حارب هذا الشيء بشكل قوي جدا الحسابات اللي يعني تعطي ذكاء الصناعي يكتب عنها نيابة عنها ويعمل لايكات ويعمل إعادة تغريد بشكل ممكن النقطة الأخيرة اللي تذكرنا عنه الذكاء للصناعي والذكاء للصناعي التعديد هو عنده تخوف من مسألة درس البرمجيات اللي تعمل لك إعادة تغريد ولايكات ويعني تكتب لكلام كذا بشكل عشوائي وهمي هو عنده هاجف من هذا الأمر وكان يحارب هذا الأمر من البداية حقيقة وكان فيه تغيير كبير في مسألة المتابعين الوهميين ولايكات الوهمية اللي موجودة على تويتر فأصبحت قليلة جدا مقارنة بالشيء الكبير اللي نتوم نشوفه سابقا أن واحد عنده أصل عنده مئة ألف متابع وبس اللي يعلقوا عليه وليعملوا فيه كنك الخمسة أربعة هذا كانت يعني الشيء اللي أشوفها سابقة الآن بدأت شوية تقل في تويتر وعنده في محاربة للبرمجيات اللي تعمل لك الأشياء بشكل تلقايا وبشكل تلقايا نعم لكن محمد إن عكاس هذا القرار على مستوى التفاعل والمشاهدات واللاكات والروتويتات بالنسبة للتغريدات لأنه الآن بتصبح هناك في محدودية في وصول هذه التغريدات للمتابعين بحكم العدد اللي تم تحديدها يعني فإيش هي نعكاسات مثل هذا القرار نعم نعم هو أعلم أنه الأعداد اللي ذكرناه وحقيقة هي زادة الأعداد الآن الحسابات الغير مفعالة راح يشاهد حسابات الغير يعني موطقة راح يشاهد ألف تغريدة أو ألف بوست والحسابات الجديدة راح يشاهد خاصمية أما الحسابات الموطقة راح تشاهد عشر تلالف هو باته أيصا مع التغريدة هذه أو اللي كانت بالأمس أول تغريدة إنه هذا القرار هو قرار مؤقت وراح يتم تعديل وذكرنا هذا مؤقت وكتبنا تيمبراري يعني مؤقت نعم الموضوع إنه فيه شي معين حسب ما قرروا لهم التغريدات تتكلم بشكل كتير جداً كان فيه كتير من يعني الأخبار اللي تكون إن تويتر تواجه مشكلة مع جوجل لأن تويتر يدوني يستخدم ما يعرف بالحساب السحابية الخاصة بجوجل وحقيقة ما أدري إذا الخطر هذا الصحيح لكن دعنا نطلع بشكل واسع جداً اليوم يتمنع عنا إنه يبدو إن الفاتورة ما ندفعت وإنه تويتر تواجه مشكلات في أسفل فواتير الخاصة فيها فتواجه مشكلات في أكثير من الأشياء الخاصة فيها كان في خبر صارتنا تويتر ما ندفعت فواتير خاصة باستجار المكاذب الخاصة فيها وبعد ذلك ظهر الخبر أيضاً لدينا اليوم بشكل كبير وواسع جداً إنه عنده مشكلة في دفع فواتير الخاصة بالاستضافة لموقع تويتر وتطبيقات جود تويتر لأنه يعني تويتر متعاقبة مع الحرصة بالسحابية الخاصة فصحة الخبر إلى الآن ما أكيد على كل حال هذه الأشياء واردة وتحصل بين الشركات الكبيرة لأن المبالغة المخمة جداً توصل إلى المغيرات في عملية تفعل قد يكون صحيح وقد يكون مجرد ينتشر على موقع التواصل الاجتماعي فقط السياسات هذه حسب ما أعلنت رئيس تويتر أن هذه السياسات مؤقتة رح يتم تغييرها أكيد ومتى رح تتغير ومتى الوقت اللي رح تتغير لكن مثل ما ذكر أن هذه رح تكون بشكل مؤقت يعني محمد من الواضح جداً هناك في ثقة كبيرة من إيلون ماسك في التغييرات اللي استحدثها في تويتر ورغم يعني أن البعض يقول قد يؤثر هذا على المنصة ويبدو الناس يتخارجوا منها لكن مثل هذه الهواقس يبدو أنها ما موجودة عند إيلون ماسك ويبدو أنه أكثر ثقة أنه استخدام هذا المنصة سيظل مستمر وستظل المنصة الرسمية الأولى من منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليها نعم عبدالله أتفق معك لكن إذا تذكر زمان تكلمنا في حديث سابق في لقاء سابق لما بدأت العملية التوقيق ستكون بمبالغ مالية نعم وقلنا في كثير ناس راح تترك تساب وفي كثير من الحسابات ما راح تتوثق مبالغ كبيرة يعني يصل إلى 300 ريال في الشهر مع ذلك شفنا المؤسسات جبرت على أنها توثق حسابات وتدفع مبالغ شهرية رسالة ألف دولار وحقيقة هذا الأمر نازال موجود والآن نفس المسألة تويتر وكل الشركات هذه هي لما تريد تعمل قرار معينة وتريد تفرض سياسات معينة هي عملت دراسة كاملة على التأثير الكبير الذي يحصل في كل مؤسسة عندها بإدارة مخاطر واحدة من أكبر المخاطر التي تواجهها من تطبيقاتها وهذا النوع من المواقع هو ترك العملاء للمنصة هذه هل يوجد بديل؟ لا لا يوجد بديل نعم في ناس كثير تستخدم الفيسبوك لكن كثقافة مثلا عندنا كثقافة خليجية ما كثير ناس فيسبوك أكثر موجودة على تويتر نعم في بعض الدول ثقافتهم مثلا في جمهورية مرحب الأخوة هناك يستخدمون مثلا الفيسبوك أكثر من ما يستخدموا تويتر ثقافتنا هنا نحن عندنا في المنطقة الأكثر يستخدموا تويتر مع طبعا عدد الضخم الكبير فهل في بديل إلى الآن ناس تتوجه إلى تويتر تتطق في تويتر أكثر من المنصات الأخرى بحكم أن المؤسسات أقريبا قطاع فرصة الحكومية كلها موجودة نعم هل نرح شيف المستقبل ينافس تويتر قد يكون لأنه سابقا كان ما عندنا واتساب كان عندنا رسائل نصية وكاننا تستخدم تطبيقات قديمة حتى ما نذكر أساميها بعدين ظهر الواتساب راحة التطبيقات الأخرى لأنه مهرة تطبيقات أيضا تشاهد وتنافس الواتساب تليجرام إلى آخر وغيرها من المنصة حتى تطبيقات محلية ظهرت عندهم كل مستخدم بشكل أكبر عن الواتساب وكذلك أيضا من نسبة لتويتر قد تظهر تطبيقات تنافس التويتر بمميزات أكبر بصلاحيات أكبر بإمكانيات أكبر هذا وارد لكن تأكد تماما أن هذا النوع من الشركات لما تدخل في هذا النوع من الأشياء ويطبق هذا النوع من السياسات هي دارس الموضوع بشكل كامل وتعرق توجهات الناس وين راح تكون مثل ما قلنا سابقا لما صار التوتيق بمبالغ مالية كل الناس ما راح نوثق أبدا ما راح نوثق لكن في النهاية الناس وثقت ودفعت مبالغها وكذلك أيضا المؤسسات القطاع الخاص ومسال الحكومية لا زالت حتى له مبلغ كبير يصل إلى ألف دولار لا زالت تدفع حق المبلغ يلا بنشوف مسلسل تويتر لين وين بيوصل ولكن ولكن واضح أنه مستمر يعني إلى الآن ونشوف يعني إن شاء الله هذه المستجدات كيف تكون شكرا لك محمد على هذا التوضيح وأنكم مالك كل التوفيق إن شاء الله شكرا الله يسلمك محمد بن حميس العقل متخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية وكان معنا طبعا للحديد عن المستجدات الأخيرة في منصة تويتر هذه كانت حصيلة برنامجنا اليوم مستمعي للأحبة وهناك خاصة